السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الجمعة 7 يونيو جوان 2019 والساعة العاشرة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر على صفحتين فيسبوك وعلى اليوتيوب بالنسبة للخاوة التي ستبعوا فيها على اليوتيوب على الأرجح قد ينقطع الحديث معكم لأن العصابة تهاجم في الصفحة طول الوقت يهاجموا في الفيسبوك ويهاجموا في اليوتيوب لكن اليوتيوب هو الذي يتأثر أكثر فينقطع إذا انقطع سأعود إليكم عبر اليوتيوب إذا مرت دقيقة ولم أعود إليكم عبر اليوتيوب فأعودوا إلى الفيسبوك لمن يستطيع ولمن لا يستطيع سيجد هذا التدخل على صفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب فيما بعد أعرف أيضا وتصل لرسائل كثيرة من المتابعين الأفاضل نساء ورجالا ويقولون أنهم أصلا لم يعودوا يجدوا صفحة الفيسبوك وكثيرين يقولون أننا نشاهد فقط بعض الحركات لكن لا نسمع الصوت ويعني كثير من الشكاور حتى الناس في أمريكا ليس فقط في الجزائر هذا كله راجع إلى الذباب الإلكتروني وراجع إلى العصابة وبمساعدة إماراتية سعودية المناسبة في اثنين لمنع الناس أنا وغيري لأنهم راموا يغلقوا في صفحات الكثيرين قدروا يغلقوا لهم أنا طبعا الصفحة رأي تحت التهديد طول الوقت إلى خريجاتهم صعوبة الآن لأن الفيسبوك وصلاته الشكاوية من عند كثير من الناس من أنهم يريدون غلق صفحتي فربما الآن سيكون صعب على الفيسبوك غلقها ولكنها ما زالت تحت التهديد وبالتالي إخواني ستجدون التدخل فيما بعد على اليوتيوب وعلى صفحتي وإذا لم أجدتوش عندي ستجدوه عن كثير من الإخوان اللي رأهم ينقلوا في هذا التدخل عبر صفحاتهم أردت فقط تأكيد على هذه لأنه بعض الأحيان حتى بعض الناس أحيان يقولوا فيه مشكلة في الصوت ما لدينا مشكلة في الصوت من جهتنا مشكلة الصوت التي تصصلكم إما لنقص الأنترنت وهذا في الداخل خاصة أو لعملية السينية اللي يديروها طول الوقت فتضعف الصفحات يوم عظيم آخر جمعة قوية شعب هذا صراحة كل مرة يبهر العالم ويفجأ مش فقط يفاجأ العصابة جمعة كواحدة من أعظم الجمعات منذ البداية خارجت الناس من أقصى إلى أقصى حتى في الجنوب حيث الحرارة الشديدة وحتى في مدن داخلية وإن كان حرارة شديدة أيضا بعض المدن الداخلية خاصة الهضاب العليا أو شلاف أو خرجت الناس في بعض المدن بالألاف في بعض المدن بعشرة الألاف في بعض المدن بمئات الألاف وربما الملايين في العاصمة خرجت الناس وصدعت الحناجر وصدعت الأفواه وصدعت القلوب لا انتخابات مع العصابات لا انتخابات مع العصابات هذه جمهورية مشيكة زيرناو جيش شعب خاوة خاوة وقايد صالح مع الخوانة صدعت القلوب والحناجر والألسن بوحدة الجزائر عرب وقبايل شاوية وتوارق وبنمزاب خاوة خاوة صدعت الحناجر والقلوب بوحدة الوطن ووحدة الشعب ووحدة البلاد من أقصها إلى أقصها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من أقصى الجنوب مرورا بالوساط إلى أقصى الشمال كأن واحد عام الشعارات الشعب يحرر نفسه ويوحد نفسه هذه الأيام هذه الأسابيع المباركة الشعب يحرر نفسه ويوحد نفسه في الوقت اللي تريد العصابة أن تظل جاثمة على صدره قهراته حقراته ظلماته هو يتحرر ويكسر في القيود وفي الوقت اللي تريد العصابة بمخابراتها بمواقعها بذبابها بعناصر الخارج اللي يساعدوا فيها بالدول اللي يتعاونها من الخارج تفتيت الشعب الجزائري وشيطنت جهة كاملة الشعب يقول العرب والقبائل الخاوة بركاونا من الفتنة بركاونا من الفتنة لقبائل خاوتنا بركاونا من الفتنة لقبائل خاوتنا بركاونا من الفتنة لعرب خاوتنا في عدة مدن صدعت هذه الكلمات بركانا من الفتنة لقبائل خوتنا نعم لقبائل خوتنا نعم لقبائل جزيريين كما كل جزيريين لا يزيدون عنهم ولا ينقصون عنهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات شيطانتهم اللي شيطان فيهم اليوم هو شيطان واللي شيطان فيهم اليوم هو اللي شيطان الإسلاميين في بداية التسعينات هو اللي شيطى الإسلاميين ومبعدة بحش الشعب كله ودفعت الجزائر كل هالثمن هي نفس العقلية بدلت فقط ليمول بدلت الباكاجينج بدلت الكوفيرتير بدلت الغيطاء فقط نفس العصابة عصابة كبار الضباط اللي تريد تريد أن تظل الجزائر انتحى الشعب غاشي في يدها البلاد انتاحها تنهبها كما تحب تخربها كما تحب الدولة حاجتها هذه نفس العصابة نفس العقلية بارك في بداية تسعينات كان شيطانة الإسلاميين لكي يجيبوا معهم اللايكيين والديمقراطيين والجمهوريين أو بعض منهم ونجحوا بجيبوا بعض منهم معهم واليوم شيطانة القبائل بأنهم زواف وأنهم كذا وأنهم فرنسا وأنهم حزب فرنسا وأنهم باش يجيبوا معهم شوية عروبيين وشوية إسلاميين ونجحوا لكن في حدود ضيقة جدا أغلبية الغالبة من الإسلاميين الأغلبية الغالبة من العروبيين الأغلبية الغالبة من الجزائريين ضد هذه التقسيمات فهمت الناس تعلمت الدروس نحن شعب واحد حتى ونختلف اللسان نحن شعب واحد حتى ونختلف اللون نحن شعب واحد حتى ونختلف المذهب نحن شعب واحد بل أن المغرب الكبير كله شعب واحد وسيتوحد بإذن الله سيتوحد المغرب الكبير كله وسنبني دولة المغاربية الكبرى بأكثر من مئة مليون من النساء والرجال الأحرار نحن شعب واحد الشعب يوحد في نفسه ويحرر في نفسه وحكامه اللي المفروض هم اللي يكونوا أهم ويهتموا بالوحدة هم اللي يكسروا في الوحدة نتاو يصرفوا في أموال الشعب باش يشريطنوا الشعب أو جزء من الشعب أو جهة من الشعب عارع ليكم شيطانة القبائل عارع ليكم شيطانة الجزائريين عارع عليكم شيطانة الإسلاميين من قبل عارع ليكم تريدون أن تطبقوا النظريات الاستعمارية ديفيزي بوريني ديفيزي بوريني ديفايد اندرول ديفايد اندرول هذا وجدرته هذا وجدر الاستعمار أنتم ورثة الاستعمار أنتم ورثة الكورون أنتم أقبح الناس ليس لدينا علاقة بكم ولا أنتم لديكم علاقة بهذه البلاد إلا نهبها وظلم شعبها خرج الشعب في كل مكان يصدح هذه مدنية نريد دولة مدنية مش عسكرية قاية صالح ديكاج سيستام ديكاج بنصالح بدوي ديكاج خرجت الناس وقيلة الأشعار والأناشيد والأهزيج والشعارات وكتب الناس وعبر الناس هذه أعظم أيام يعيش الشعب الجزائري منذ استقلال الأرض قبل 57 سنة قبل 57 سنة كان الشعب في كيمة هذه الأيام يتحضر لاسترجاع الأرض التي نهبت منه والوطن الذي هدمه والبلاد التي اختفت يسترجعها واليوم بعد 57 سنة سيسترجع في حرية الشعب الشعب يحرر نفسه ويحرر نفسه بسلمية أبهرة العالم بحضارية أبهرة العالم بشعارات أبهرة العالم في كل مكان في حين الشعب حرر القايد صالح وحرر جنرالات اللي كانوا يتحول الكادر في حين الشعب حررهم هم يريدوا قمعه يخوفوه آه أنا ما أخرج لكمش الجيش يقتلكم جيوشنا تقتلونا كلمة هذه فقط بش تقولوها أننا ما أخرجناش ما قتلناكمش هذه في حداتها جريمة الجيش جيش الشعب وهم أبناء الشعب وهم من الشعب وهم مع الشعب الشعب هو اللي حرركم الشعب هو اللي خلاكم ما تحوش للسعيد ولا للكادر اللي كان لما يتحيلوش يقدر مش فقط نحو من العمل أحياني يسجنوه الشعب هو اللي حرركم والآن تريد أنتوما وكانكم تتفضلون علينا لم تقتلونا بالسلاح اللي شريناه من أموالنا الشعب وبأبنائنا هكذا هذه هي العقلية الاستعمارية كانت فرنسا تمن علينا في زمان يقول لك الناس يا أخويا ها قبل 54 يا أخويا هاي فرنسا ما يستعمار وكذا لكن هاي خلتنا نعيش هاي خلتنا نعيش هاي لقيتنا شوية خدايم هاي عطيتنا شوية وانا خدموا خمسين عندها نفس العقلية نفس العقلية في الجنوب كما في الشمال في الشرق كما في الغرب خرجت الناس مرة أخرى تقول القايد الصالح ما تلعبش القايد الصالح ويا جنيرات ما تلعبوش بالبلاد ما تغامروش وتقامرو ما تظنوش راح نرجعو ما نرجعوش ما ناش حبسين ما ناش حبسين يعني ما ناش حبسين وترحلوا يعني ترحلوا وترحلوا سلما وترحلوا سلما وترحلوا سلما بإذن الله سلميتنا أقوى من ذبابكم وأقوى من دباباتكم وأقوى من مواقعكم وأقوى من جرائدكم وأقوى من فضائياتكم وأقوى من كل أكاذيبكم وأكاذيب اللي رمعون فيكم سنستمر وسنخرج في الصيف كما في الشتاء وفي الخريف كما في الربيع والعام هذا والعام القادم لازم الأمر لكنكم ستسقطون قبل ذلك ستسقطون قبل ذلك لأنكم لا تفهمون ولا تعرفون التاريخ ولا حركة التاريخ ولا عبقرية هذا الشعب هذا الشعب سبر على فرنسا و سبر على فرنسا 15 ثورة قامت في الجزائر ثورات عظمى منذ 1830 و كانت الثورة السادسة عشر هي ثورة 54 العظمى اللي فتكت بفرنسا والامبراطورية الفرنسية و حطمت الجمهورية الرابعة و كادت أن تقضي على الجمهورية الخامسة هذا الشعب يصبر 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 لكنه في لحظة ينفجر سبر عليكم سبر على المحنط في العهدة الثالثة نصها كان محنط والعهدة الرابعة كان محنط تماما و إذا جيتوا راحل العهدة الخامسة فانفجر أمامكم هذا الشعب مهما فعلتم مهما كذبتم مهما خادعتم مهما التفيتم مهما مكرتم سينتصر بإذن الله سينتصر و ليس راحات هذه كلوب دي بان و أنا سأقول لكم شيء و نعودها لكم هذا الجيش الذي راكم تهدونا به إذا خرجتوه لكي يضربنا بنادق ستتوجه إليكم نحن لا نريد ذلك لكن لا تلعبوا بالنار لا تلعبوا بالنار سأقول لكم و أنا عافش سأقول سأأأخذ لكم سأأخذ لكم سأأخذ لكم سأأخذ لكم سأخذ لكم سلمية واستمروا سلمية و أنتم أبقاوا في ثكناتكم إذا عطيت لكم الأوامر لا قدر الله بأي قمع بأي نوع من القمع ما فيش نحن الكون باور منهم سلاح إذا لزم الأمر أن تكون أن يدفعوك أن تكون قاتلة فنكون مقتول عبد الله ولا تكون قاتل هذا الشعب يريد أن يتحرر وسيتحرر سيتحرر إذا كان رمضان بالصوم وبالحرارة وبالعطش وما رجعوش ما رجعتش الناس فما فيش وقت آخر رح يرجع كنت تكون درجة حرارة سبعين درجة الناس ستخرج لأن الناس تفهم وتعرف بأنها إذا لم تحرر بلدها ونفسها هذه المرة انتهت البلاد انتهت الجزائر إلى الأبد ستتفتت الجزائر إذا لم تتحرر هذه المرة كل بذور الانفجارات كل بذور تحطيم البلاد كل بذور القسمة كل بذور الصراع كل بذور الفتنة زرعتوها والشعب راه الآن يطفي هذه الثورة هذه الانتفاضة جات لكي ترجع روح الشعب وترجع وحدة البلاد ووحدة الوطن ترجع وحدة البلاد ووحدة الوطن اللي رقم تلعبو بها اللي رقم تلعبو بها من أجل دنيا فانية كايت صالح عمرك ثمانين سنة رسميا بعد ست شهور ديغ ثمانين سنة ثمانين سنة وكثير من الجنرالات اللي معاك تجاوزوا السبعين بل أن فيهم لتجاوزوا الثمانين مثل بن علي بن علي وغيروا تريدون أن تخلدوا هذا الشباب خرج ضدكم هذه الرجال والنساء الأطفال والشوخ والعجائز كل الناس المرضى يخرجون من المستشفيات النساء مرات شفتم خارجين بيبي بلا بيبي تاحهم كانوا ولدوا غير كما ولدوا وممكن ثمان أو عشر إيام خارجين ببيتها الشعب يفهم بأن هذه فرصته ليس فقط للتحرر ولكن للنهضة بالبلاد لكي تعود له ثرواته لكي تعود له أمواله لكي تعود له أرزاقه اللي ما عنده سكن رح يلقى السكن ولي ما عنده عمل رح يلقى العمل ولي ما عنده التعليم رح يلقى التعليم ولي ما عنده الطب رح يلقى الطب ولي ما عنده الدواء لأنه يومها ستكون هناك حكومة عادلة والجزائر غنية يومها ستكون هناك دولة عادلة والجزائر غنية الجزائر تكفي الجزائر وغير الجزائر الجزائر تكفي 400 مليون مش 40 مليون 400 مليون مش 40 مليون مساحة الهند أكبر مرة واحدة ونص من الجزائر 3 ملايين فاصل مع أن عدد سكان الهند 30 مرة أكثر من الجزائريين مليار ومئتين مليون مساحة الصين أكبر من الجزائر أربع مرات فقط وشوية عدد الصينيين يزيد عن مليار ونص معناها أكثر من أو ما يساوي تقريبا 37 مرة أو يزيد قليلا شوفوا الصين والراهي شوفوا الهند والراهي الآن الهند راه تزاحم في كل دول غربية وستتجاوزها عن قريب الآن الهند راه تأتي تقريبا مباشرة بعد ألمانيا وستتجاوز ألمانيا واليابان عن قريب لتصبح الهند ربما في العشرين سنة القادمة رابع اقتصاد في العالم ثالث اقتصاد في العالم بعد أمريكا والصين وقد تتجاوز أمريكا في خلال خمسين سنة لتصبح الصين هي الأولى والهند هي الثانية معنى إذا جينا في عدد السكان فإن كبر السكان نرى شوفوا وراهم راح ولن جينا لدول صغيرة سنغافورة مساحتها أقل من الجزائر 3000 مرة 3000 مرة وعدد سكانها أقل من الجزائر بسبع مرات 6 ملايين وشوية سنغافورة اليوم هي ربما ثاني أو ثالث دخل في العالم المعدل تعد دخل تعد سنغافوريين هو 55 ألف دولار في السنة كل سنغافوري دخله كمعدل 55 ألف معنى الأسرة اللي فيها خمسة أشخاص دخلهم 250 ألف دولار أو 275 ألف دولار في السنة سنغافورة هذه مساحتها ما تتجاوز ما بين البليدة وبفريك وعدد سكانها مع السكان العاصمة يزيدون قليلا لا مع الصغار كنتوا لا مع الكبار كنتوا لا مع الدول اللي طورت مؤخرا كما كوريا وكما تركيا وكما ماليزيا كنتم ولا مع الدول اللي طورت من قبل ذبحتوا الشعب انهبتوه أقهرتوه الرداء في كل مكان والرشوة في كل مكان والفساد في كل مكان من أي صنب أنتم وحينما يخرج الشعب كله قال لك الدستور هذا الشعب هذا هو الدستور ما هو في أي عالم الشعب فوق الدستور هذه ليش عنابة خرجت هذه ليش غردايا خرجت هذه ليش سعيدة خرجت ليش بجاية ليش تلمسان أو كلهم هذ الخمسة هذا الشعب من أقصاه إلى أقصاه وش تزيدوا استفتاء فوق هذه الاستفتاء 16 جمعة هذه لا تحدث في العالم في بريطانيا اعتبرت مظاهرة في فبراير 2003 أعظم مظاهرة كم شارك فيها في لندن كم شارك فيها جو من كل مدن بريطاني شاركوا في لندن في مظاهرة كم؟ ثلاثة مليون حسب المنظمين وثنين مليون حسب الشرطة ثلاثة مليون اعتبرت أعظم مظاهرة عدد البريطانيين ستين مليون أعظم مظاهرة في التاريخ البريطاني كله خروج خمسة بالمئة من الشعب نحن الآن يخرج أكثر من خمسين بالمئة نقطع اليوتيوب كالعادة نحن الآن يخرج أحيانا أكثر من خمسين بالمئة من الشعب يعني تقريبا الشعب كله خرج خمسين بالمئة معناها يبقى غير المرضى وغير المعاقين ربما حتى بعض الإخوان اللي مصابين في أجسادهم ويخرجوا خمسين بالمئة يخرجوا أكثر من خمسين بالمئة ويقول لك نديروا انتخابات هاي انتخابات هاي انتخابات كل جمعة وهذه الانتخابات تقول لكم لا نريد سيستام ديجاج نظام أرحل ترحلوا يعني ترحلوا قاية صالح ديجاج هاي عندك ويجزيد وكثير أعظم استفتاء في العالم أجمع هو حينما يخرج الناس كثير من البلدان خرج فيها مليون خرجوا فيها زج ملايين واحد في المئة اثنين في المئة خمسة في المئة من الشعب عشرة في المئة تتغير حكومات تسقط الأنظمة شوفوا ما ما يطرحوش بعيد الشعب مش رح يتراجع الناس فاهمة هذا هو الطريق وهذا هو المسار ومهما كانت في التكاليف سنمضي في هذا الاتجاه سيمضي الناس في هذا الاتجاه لأن الناس دافع دافع التكاليف من الأحسن أنت تفحه وأنه حر وأنت خارج تقول تحية الجزائر تحية الجزائر الناس يخرجوا يقولوا تحية الجزائر الناس رغمون رفدي الإعلامات رغم الناس رفدي الإعلامات أحيانا نحاول الناس إعلامات في بعض البحراج يريدون علام جاء المعنى أن يظهر نحاولو تخيلوا تخيلوا فرنسا كانت نحي الإعلام للجزائر الجزائريين من أنتهم؟ من أنتم تنحوا الإعلامات؟ العالم الذي ماتوا عليه الشهداء والذي كانوا يخرجوا عليه الناس؟ أنتم تنحوا الإعلامات للناس؟ المفروض أن تشجعوا الناس في كل دول العالم الدول الأنظمة تهاون الناس بشير في الأعلام وتفرح الحكومة تفرح كل شعب يخرج في الأعلام الوطنية الوحدة إلا في الجزائر لأننا لماذا؟ لأننا ليس جزائريين بالمعنى الحقيقي سيديفوزا الجيريان جزائريين دلسين ودلسين مزورين ومزيفين بيننا وبينهم غير الشكل والأسم فقط في الحقيقة العقلية هي عقلية كولون متخلف العقلية هي كولون متخلف ليس حتى كولون طبيعي هذا الزباب بعد يقول لك الويسكي هذا الشاي يزيد الكذب على الناس وعلى ذكر الكذب على الناس سوف يقومون بإنترنت خاصة بصفحة أخونا أمير ديزاد لأنهم يقدروا يحلوا عليها صفحات والذي يقومون بها الصفحات أساسا طبعا كان مخابرات قيدي والمجرم الذي يسمى صاحب قناة العار نحن عارفينه وعارفين الدعم لي يجيه والإمارات كيف ستساعده أنا عارفين خائن خائن وما عارفوا بشهادة السفير الأمريكي لكن هاك هل تشوف ويقول لك رامي حاربوا في العصادة إذن رهم دائلي إشاعات كبيرة قال لك أنا رايح إن شاء الله ليون بالنسبة للناس اللي سقسوني كثير على هذه نعم سيكون يوم السبت بإذن الله في ظاهرة السبب بعد الظهر نظرنا الساعة الثانين فما فوق في ليون ويوم الأحد نكون في جونيف نحطر مع أخواني في ليون مظاهرة غدا مع أخواني هنا في بريطانيا والسبت القادم في ليون والأحد في جونيف وكلما كانت عندي قدرة في الوقت وفي الصحة سأذهب إلى أماكن أخرى كثير من إخواني رايجيني الدعوات من عدة مدن ومعدة عواصم لكن للأسف الوقت لا يسمح دائما لكن كلما استطعت سأذهب بإذن الله قال لك رايح إن يعليه حكومك أنا قلت أنا لا علاقة لي بالسلطة ولا بدنياكم دنيا العصابات هذه واحدة الحاجة الثانية أنا المبدأ اللي نمشي عليه نمشي عليه حركة راشال نمشي عليه تقريبا كل مقاومة الأحراء أولوية الداخل على الخارج كما أولوية المدنية العسكري نحن نتبنى هذا زوج مبادئ رئيسية مشاه في مؤتمر الصمام من أفضل ما مشاه في مؤتمر الصمام هذا الزوج مبادئ نحن بالنسبة لنا نأخذوهم مع أول نوبومبر أولوية الداخل على الخارج نحن هنا أصوات للشعب ليس أكثر نحن نمثل أو نعبر على الجزء من الشعب على الأقل ليس أكثر قضية الحكم ومن يحكم يقررها الشعب وفي الداخل ليس أي واحد لا في الخارج لا غيره العصابات هذه إذا بقيت على هذا الشكل مصير الجزائر لا قدر الله والذي يتقرر في موسكو وفي واشنطن وفي باريس وفي جناب وفي فيينا كما هو يتقرر الآن مصير السوريين كما يتقرر الآن مصير السوريين لماذا لا تتعلمون لا من التاريخ القديم ولا من التاريخ الحديث ولا اللي يحدث أمامكم مرة الماضية قلت لكم كيفاش أن النظام السوري اليوم حكومة بشار الإجرامي القاتل هو سابع قوة في سوريا سابع القرار بعد الروس والإيرانيين والأتراك والأمريكيين والأوروبيين والخليجيين ممكن أن يأتي بشار إلا ما سابقوش حزب الله والميليشيات الأخرى اللي معها هاي السوري هاي العصابة اللي راه يتبع في ثمانيني عنده سنة رابعة ابتدائي وانا كسرت الهدنة معكم اتهت الهدنة لأنكم أصلا لم تحترموها وظل الذباب منتاعكم منتشر والأكاذيب والسفهات في كل مكان والخداع في كل مكان ذلك نعاود لكم لأنكم بالفعل لا تستمعون أنا نقول هنا نعاودها الآن هذا جايد صالح جزء من المشكلة ليس من الحل والجنالات اللي راه معاه هذا ما فهموش هذه وأزاحوه وأنا لا أتحفظ على هذه أنا ضد الإنقلابات لكن هذا الآن أصبح خطر حقيقي على البلاد هذا الجايد صالح يجب إزاحته لا يوجد نقاش لأن الجنالات اللي راه معاه رحين يدفعوا الثمن هم معاه لأنه وراه راح للحيب وراه دايل البلاد للحيب وراه الإمارات مؤثر عليه تأثير رهيب تأثير رهيب وعلى الأرجح كأن هناك أشياء مخزية نصورين هذه فيديوهات إذن هذا ماهوش حتى لو كان يريد هو باش يمشي للحل ما يقدرش راه أسير أمراء الإمارات وبالتالي انتهى الحديث معاه هذا ول أولا جاهل ثانيا لا مستوى له لا أخلاقي لا فكري لا عقلي وراكم تشوفوه يقرأ في الهجي حاولنا قدر الإمكان قلنا بلا كذا إلى آخره حتى الناس اللي طبعتهم لقبالك وانا ها ورجع عاود بن صالح كررنا واش قال هو قبل لا ونحن عارفين بن صالح هذا لم يعد يسوي شيء واضح أنه راه في حالة متأخرة من السرطان واضح البارح باين باللي كان شيء مضطرة في هذه وسرطان ربما في في لحظاته الأخيرة معنى حتى بن صالح هذا لم يعد يسوي شيء لكن الناس ستشوفوا كرمس من رموز عصابات إخواني انتهت الموضوع أنتع بن صالح وبدوي نعم يجب أن يرحلوا لكن الآن القايد صالح نعم يجب أن يرحل كما رفعتوها قايد صالح خلاص النقاش مع قايد صالح انتهى انتهى لا يوجد نقاش معه الآن لأنه واجهة نتاع الإماراتيين وبعض المتنطعين من الجنرالات الآن بالنسبة للجنرالات نحن عارفين كان بعض الجنرالات عقلاء ورايتصلنا بعض الأصداء حتى بعض النقاشات ريتصلنا الأمور دركي لا كان بعض العقلاء اللي يراهم يعتبروا الوطن فوق أي شخص فوق أي إنسان يتفضلوا يديروا النظافة اللي لازم يديروها إلى مكان شوما راهم سيعتبرون لأن البلاد راهي الأمور راهي في وضع صعب باش نقول لكم الأمور راهي في وضع صعب وتدخلات الخارجية راهي راحة وتزيد والمخابرات الخارجية تبعث في عناصرها والاختراقت راهي تم وكلما تأخر الحل كلما كانت البلاد معرضة للتصدق وللتكسر لا نسمح لأي إن كان الشعب الجزائري لا يسمح لأي إن كان لكي يلعب بالبلاد شخص أو مجموعة أو جيهة أو مدينة أو طائب لن يسمح لها الشعب الجزائري لن يسمح هذه البلاد ماتوا عليها ملايين من الناس عبر التاريخ وفقط مع فرنسا ماتوا الملايين لا نتحدث عن المليون الناس في الغالب يتحدث عنها مليون ونصة عرب وخمسين وقبل 15 ثورة قامت قبل حسنا إذن هذا ليس على جيل جيد صالح الآن الذي أسير على الإمارات وربما أسير على فعال مخزية نضيع البلاد فنقول لهذه الجنات يرى هم ما زال بلك في بعض العقلاء لازم القرار يتخذوا يتخذوا الآن لا يتحدث عن الوقت وهما في رواحهم ما يقولوا الوقت من ذهب والوقت ما يضيعش نعم الوقت ما يضيعش لكن ليس لكي نعاود وننتجو النظام لا ننتجوش النظام الشعب لن ينتج النظام مرة أخرى بعض إخواني أنا منش غاضب أنا نعبر عن إرادة الشعب وحينما أغضب لا أغضب لنفسي سأغضب من أجل الوطن لأن الناس يتلعبون به جهالة يتلعبون به فجار يتلعبون به مفسدين يتلعبون به كم شاء في نهاية المطاف ورم أحرار الجيش هذا لا يجب أن نصل إلى المرحلة ونتولي خلاص انتهت الموضوع ودوجات تدخلات ترى ليبيا وصلها لحفتر وهو آسير للإمارات يقصف في طرابلس يقصف الأطفال والنساء في طرابلس بعدما دمر بن غازي ودرنة ومدن الشرق هذا الذي يعد أسرى على القوى الخارجية والذين لديهم السلاح يدمروا البلات لا يجب أن نصبحوا بذلك الجزائر يمكن أن تذهب بعيد في كافة الاتجاهات في كافة الأمور هذا سيكون عملاق مقيد الجزائر عملاق مقيد عملاق كسروا الأجليه يجب أن يقف على الأجليه هذا العملاق وفي ظرف 10 سنين 15 سنة إن شاء الله بإذن الله هذه البلاد تولي جنة والناس يعودوا ويرجعوا أبنائها ملايين رغم الخارج من الجزائريين وسيأتينا الناس من كل مكان وستكون هناك الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة الجزائريين يذهبوا لتونس إخواننا تونس مرحبا بهم لكن ما من السياحة في تونس مقارنة بالجزائر؟ لا شيء تونس مساحتها أقل من الجزائر 13 مره أو 14 مره الجزائر فيها الصحاري وفيها الجبال وفيها الشواطئ وفيها الجزر وفيها الفصول الأربع فيها كل شيء هذه الجزائر كانت عادي يأتي 50 أو 60 مليون سائح عادي لو كان جينا بالفعل عندنا عقول لهذا لم يكن لدينا هوايش حشاكم هذا اليوم نظرها مقابله في فرنسا والناس يقولون له يا قاتل يا مجرم ما عنده شون يروح الآن الآن يمشي في فرنسا يمشي في أي مكان الناس يقولون له يا قاتل يا مجرم كلما جيش قاتل ما يقولوا هلوش الناس كلما جيش مجرم ما يقولوا هلوش الناس وهذا سينطبق على كل جنرالات أحذروا يا جنرالات البلاد بالاك يجيكم هكذا الشيطان الإمارات يدفعكم باش تفعلوا ما فعلوا في السودان بالاك شعب جزيرة موزع في العالم أجمع والناس راهي أصلا بغض رهيب وهي جاتكم الفرصة باش تتقربوا من الشعب وتتصالحوا مع الشعب وقلنا لكم أنه ممكن حتى تاخذوا حصانة لكن بالاك 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 تلعبوا بالنار راهي من بعد لا أموالكم لا أولادكم لا أنتم لا تقدروا تغادروا البلاد وحتى في البلاد رأوا ما تتسلكوش أحذروا شعب جزيرة راه مسالم وسيظل مسالم مهما فعلتم شعب جزيرة سيظل مسالم والسلمية هي قوتنا شعب جزائري راه دار أمامه ثلاث وحدات ما يفرط فيهم وحدة الشعب وحدة الوطن وحدة الخوات المسلح فما تلعبوش انتم لأن أي فعل لأن راهي وصلتني معلومات يقعد يخوفوا في الناس والآن تلقي الإشاعات عن طريق الذباب والكلاب أرى هل يدير في جيم في الفيسبوك أرى هل يعمل كذا أرى لا يوجد هذا الزمان إخواني تسمعونه ويخوفوكم كلها تخويف ومرات يخوفوا بصحاب الحق طبعا أصحاب الحق هو أصناف الذين يخوفوا بهم كين صنف سادج هو سادج هو مسلم وإسلامي ويحب الإسلام ويحب الخير لكنه سادج يأتي تلاعب به وكين صنف انتح عناصر الخبرات انتحهم وعملاء انتح داري اللحية فقط الشعب رأو فاهم نحن لا نحن في وقت الإديولوجيا أو في وقت اختيار الحاكم أو الحكم أو اختيار الحزب أو اختيار الحركة التي تحكم نحن في وقت بناء الدولة دعونا ندروا الدولة ومن بعد الشعب يقرر هذه الدولة ما تكون الشعب يقرر هذه الدولة عبر الانتخابات ما تكون كيف تحكم ما لدينا دولة لدينا عصابات إذن هؤلاء الذين يخرجون على أساس أنهم إسلاميين قد جزء منهم سادج على الإسلاميين وخاصة نخونا عليه بالحاج أن يخطب ويكلمهم لأننا بالحاج عندهم موقف رائع نعود لأن الناس لم يسمعوا الشيء ربما قلت مرة مقبل وعلي بالحاج عندما بدأت الحراق قبل ثلاثة شهر وعشر أيام رحوا له الناس أنصار وحباء الناس والإسلاميين قالوا له نحرق الشعب راو خرج وهؤلاء الذين يرمي السوفي ربعة والستة نحرق نحرق قالوا لهم حذروا إياكم أن تفعلوها هؤلاء بالحاج ما يصليش الجمعة ما يصليش العيد ما يرحش الجنازات لكن قالهم إياكم قالوا بالحاج فهم وتعلم واخذى خبرة عظيمة الآن قالهم إياكم حين يتحرر الشعب سأتحرر أوتوماتيكيا كل واحد الآن راه يعاني حينما يتحرر الشعب ككل سيتحرر هو أوتوماتيكيا لأن في المنطق في شيء يسمى إذا صدقت القاعدة الكبرى تصدق القاعدة الصغرى لزامن هذه لا لوجيك إذا علي بالحاجة وفهم وقال لأنصار ما ترفعوش شعارات إسلامية هذا إسلامي هذا هو رمز الإسلامية في الجزائر قالوا ما ترفعوش لأنه باختصار بسيط هو فهم كيف يتحرر الشعب يختار إذا مشاد أغلبية مع الإسلام يمشوا وتبقى حكومة مدنية اليوم تمشي مع حكومة أقرب إلى الإسلام وقدوة تمشي مع حكومة أقرب إلى الوطنية وهكذا المهم حكومة تخدم الناس في عالم كبير من علماء السلفية نعتقد ابن تيمية ابن تيمية هذا يعتبر عن السلفين نبي السلفية كما يقال بين قوسين يعني أعظم شخصية بعد رصع السلم لما يجوا يذكروه في العلم والفقه هو ابن تيمية ابن تيمية يسأل مرة لدينا رجل صالح متقي مسلم ولكنه في العمل عاجز يعني المنصب اللي باش نعطوه له ما يعرف له مليح ولدينا رجل فاجر أخلاقه سيئة لكن لكنه في عمله جيد يعرف الخدمة هنتاء ومليح قال لهم الصالح تقواه له وعجزه علينا على الأمة على الوطن والفاجر فجوره عليه وصلاحه مهنيته صنبروفيسيوناليزم لنا للوطن أعطوا المنصب لهذا حتى لو كان يكون فاجر لكن لأنه يعرف العمل وأعطوه طبعا يستحسن أن الذي يخذ العمل هو يكون إنسان صالح في أخلاقه ومكفئ في عمله لكن إذا كان لديك الخيار بين الإنسان الصالح العاجز وبين الإنسان الذي ليس صالح في أخلاقه لكنه قادر على العمل ويعرف العمل تعطي الله قادر على العمل لأن يفيد يفيد الوطن يفيد المجتمع يفيد الشعب يفيد الأمة والآخر إلا صلاحه يفيد روحه مليح مع ربي هو هاي الناس يتفكر إذا فهذا الإسلاميين اللي قلت رام صنفين الإخواننا هذو البساطاء اللي رام شوية هكذا روحوا الناس العقالي يفهموه يقول لهم ابتعدوا على هذه لأن النظام وش راه يدير العصابة وش راه يدير راه يدير تفتت الشعب مره عربي ضد قبيلي مره زوف الآخر ما نشعر في شكون هذو هذو حزب فرنسا هذو إسلاميين دائما تكسر الناس الناس فهمت فالأغلبية العظمى رأي فهمة كان أقلية لازم نروحولهم بالعقل ونفهموهم نقولوا ما تخلش في اللعب هذا خلونا نجيبوا بحرية نتاعنا ومن بعد نبنوا الدولة لتقررها الأغلبية العظمى هي اللي تقرر لما صارت على الدولة وتحترم الأقلية إذا كانت هناك أقلية سياسية نحن لا يوجد أقليات أخرى هناك أقليات ربما إديولوجية أو سياسية لكن لم يكن لا أقلية طاعفية ولا من العنصر ولا من اللون لا نحن نحن كلنا شعب واحد وأمة واحدة وكلنا مسلمين وكلنا جزيرية إذا إخواني أنصحوا هؤلاء الإسلاميين للباقي بلحية السيرفيس هم كاينين كاين لكابي السيرفيس كاين لإسلامي السيرفيس وكاين لإسلامي السيرفيس وكاين لكريمين لكاينين هم كاينين هم كاينين الناس تكتشفهم وتعرفهم أنصرت هذه الأشياء اهتموا بها ولا تدخلوا في خصومة لم تعد بلطجية لم تعدوا مشاكل لم تعدوا مشاكل لم تعدوا مشاكل المعروفين دائما كيف يتعاملوا معهم الحمد لله على هذا اليوم والحمد لله على الأيام القادمة وهذا الشعب سينتصر بإذن الله لكن الثبات الصمود الصبر السلمية الحضارية هذه هي أسلحتنا لنواجه بها ورثة الكولون هذه العصابات المجرمة مرة أخرى أدو أحرار الجيش وأحرار الجنيرالات أن يأخذوا الموقف لازم أن يأخذه في الوقت المناسب حياكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله